هذا الفيديو سوف يكون فيه الشرح بالفرنسية وبالتاريجة كذلك باش كل شيء يفهم سواء اللي تقرب فرنسي سواء اللي تقرب العربية وغادي يكون تتمة طبعية الحل سلسلة الشروحات ديالدرس للزاليمو للديرسين و الابسوبسين في الفيديو هين اللي فاتوا دوينا على للزاليمو تعرفنا على مفهوم الظاليمو تعرفنا علمناش كيتكون هدالاليمو كيتكون من جوج ديال الامتير اللي هما الامتير اوغانيك المواد العضوية والمواد المعدينية تعرفنا على كل مادة من هذه المواد تعرفنا على الزليمون سامبل وكيف نكشف عن تواجدهم في طعام معين باستعمال الرياكتيف او الديتكتور وذلك شي كان بالتجارب المتاقة و تعرفنا كذلك على الزليمون كومبوزي الأغذية المركبة والأغذية الكاملة و تعرفنا كذلك على أنواع الأغذية او الأصناف من حيث الدور اللي تقوم به في الجسم دينا إذاً إذا كنتم مازال ما شفتوش الفيديو هين اللي فاتوا فقد نصحكم باش تشوفوهم حيتاش هذا الفيديو هذا أتلقاهوها كي اعتمد على بزاف ديال المفاهيم اللي ديجا شرحناها في الفيديو هين اللي فاتوا هنخلي لكم الروابط ديالهم بالإضافة التماني خاصة بهم اللي هما بالفرنسي فقط في الوصف ديال الفيديو وفي أول تعليق كالعادة إذا ندخلو في الموضوع نبدأ بوحد ديفينيسيون ديجيستيون ديجيستيون الترانسفورماتيون شيميك أو إنزيماتيك وميكانيك دي الآليمون أو نوتريمون إذاً فالهضم بكل بساطة أولى بالفرنسية ديجيستيون هي التحولات اللي كاتر على الأطعامة اللي كاتتاكلها في الجسم ديالك فهذه الأطعامة كأنكت تعرض لجوج الأنواع ديال التحولات كين الترانسفورماتيون شيميك أو الإنزيماتيك هي زيما بالعربية التحولات الكيميائية أو الإنزيمية وكين التحولات الميكانيكية ترانسفورماتيون ميكانيك هالتحولات هذه سواء الكيميائية أو الميكانيكية التي تطرع الأطعامة والأغذية كتمكن الجسم بحول هذه الأغذية والأطعامة من أطعامة بشكل الصلب أو السائل إلى مواد قيت ماذا هي مواد قيت أو اللي نتخيمون بالفرنسي؟ سأعطيكم لمحة لها لأنها ليست موضوع هنا في هذا الفيديو سأضع لها في الفيديو الجديد ولكن سأعطيكم واحد للمحة اللي نتخيمون أو اللي نتخيمون اللي نتخيمون أو اللي نتخيمون هي المواد التي قتعت عليها الجسم باش الجسم يمص هذه الأغذية ويدووزها الدم سيحولها من الشكل الصلب أو السائل لها اللي كتكون مكونة من جزئات ضخمة سيحول هذه الجزئات ويفكها باش يرضى جزئات صغيرة اللي يقدر الجسم يمصها ويدووز هذه السعال الدم إذن هذه هي مواد التي تلقيت بكل بساطة إذن بعد ما تعرفنا على ديجستيون سأعطينا الأباري ديجستيف الأباري ديجستيف يكمبوزي ديجستيف ودوغلاند ديجستيف إذن الأباري ديجستيف بكل بساطة كي يعني الجهاز الهضمي إذا ما فهمتوا ما هو الجهاز الهضمي فهو مصطلح كنت لقوه على مجموعة من الأعضاء اللي كتساهم في عمليات الهضم داخل الجسم فذيك الأعضاء كلها اللي كيكون عندها دور في الهضم كتدخل في هاد الجهاز الهضمي وقلنا بللي كتكون من جوج الأجزاء اللي هما اللي تيجستيف الأباري ديجستيف والغوداد الهضمية الإستومار و الإنتستان فبكل بساطة التوب ديجستيف هو الأنبوب الهضمي كما ترون معي في هذا الفيديو التالي الأنبوب الهضمي أو التوب ديجستيف هو عبارة عن أنبوب واحد ومستمر يبدأ من الفم أو التجويف الفموي اللي هو الكافيتة بوكالب الفرنسي من بعد كندوزو البولوم اللي هو الفارنكس من بعد المرأ اللي هو الأصفاج من بعد المائدة الإستومار من بعد المائدة والأمعاء الإنتستان هنا كما تقولون الإنتستان والأمعاء نجمعوا الإمعاء الغاليضة يعني مسرار الغاليض والأمعاء الثقيقة الإنتستان غريل فهذا الأنبوب الهضمي أو التوب ديجستيف هو المصار الفيزيولوجي لعمليات الهضم يمتلك التخارجي فيزيك ديجستان مثل جلوند ساليفار بانكريا فواء بكل بساطة جلوند ديجستيف يعني الغاليضة الهضمية هذه الغاليضة الهضمية أو جلوند ديجستيف أو كذلك الأعداء الملحقة هي أعضاء هي أعضاء ترتبط بالأمبوب الهضمي باليوتوب ديجستيف ماذا هو الدور لهذه الغاليضة الهضمية لجلوند ديجستيف أو للأعضاء الملحقة الدور ديالها هو فرز محالي الكيميائية كتسمة بلعسارات الهضمية بالفرنسية كنقول لها لسوك ديجستيف هذا المزيد كيف يرغب sit-ожارات النابلسية لغداد اللعبية ال professionals الـ لماذا ضحّك في الأمبوب الهضمي التي تعرفنا عليه مسبقا أما هذه الأعضاء الملحقة والغداد الهضمية كيف يرغب sit- 1700 الهضمي وفي الغداد اللعبية التي تت Jeez- Islam في ذلكyd secret له المحلات الكيموي الحكثوي على جميع الطائقة بد获得 على ج 이쪽 مميشف التي ستعرف في المحوار الماضية والآن نظرة بالمميشف وسأتركها المسائيل الكيموي في مراجز الكيموي هناك بعض الاشياء المقطعة التي المحدouth والطبيعة اليميقية والطبيعة الدكيسين الكيمية أو تخونسفورماشيون شيميك إذن هاد لديجيسيون بوكال المعنى ديالها هي الهضم الفاماوي مشنو هي الهضم الفاماوي هو الهضم اللي كي يطرف فمك فاماوي جي من الفم إذن علاموست سوى الفام كي ينجوج الأنواع ديال الهضم اللويل سميتو لديجيسيون ميكانيك أو لتخونسفورماشيون ميكانيك شنو هي هي الهضم الميكانيكي أو للتحول الميكانيكي عنده من نفس المعنى يعني الأغذية كثرة عليها تحولات ميكانيكية أو هضم ميكانيك سنتعرف عليهم بطبيعة الحالة نوع الثاني سميتو لديجسيون شيميك أو لتخنصفوماتيون شيميك يعني الهضم الكيميائي أو التحول الكيميائي إذن نبدأ بتعرف أولا على لديجسيون ميكانيك لديجسيون ميكانيك كومنس دون لبوش بلديجسيون ميكانيك أو التخنصفوماتيون ميكانيك هي الهضم الميكانيكي أو التحول الميكانيكي عندهم جوجوا من نفس المعنى هذا الهضم أو التحول الميكانيكي يبدأ من الفم من البوش بمضغ الطعام بلديجسيون المضغ هي المضغ فهذا المضغ يكون تحت تأثير الأسنان تتعرض في هذه الأطعامة التي عضيتها تتعرض فيها للصحق تتبعز كما تتبعز تقولي بول أليمونتاخ ما هي بول أليمونتاخ؟ المعنى بالعربية هي البلعة هي البلعة نقوله بتريجة اللقمة ما هي هذه اللقمة والبلعة والبول أليمونتاخ؟ هي خالط من الطعام مع اللعب فهذا تكون شادت صندويتش فيك تتضرب عدة تبدأت منضغ في ذلك صندويتش هذه الماكلة التي تصرتي ما هي ترى لها بالدروس تتبعز وتتسحق فهذا تتبعز وتتسحق تبدأت تخلط مع اللعب الذي لديك في فمك اللعب هو لا أعرف ما هو اللعب فهذا تتخلط هذه اللعب مع اللعب وتتسحق كيف تقولي؟ كيف تقولي الشكل دياله شيء به دائري وكيف تقولي سهلة كيف تتبعز كيف تقولي سهلة كيف تدوز لك في الحلقة أما إذا ضربت شيء عدام صندويتش وبلعة تياديرك ستحل لك في الحلقة إذن بكل بساطة بول alimentaire هي ديك البلعال اللي كاتكون فاز غاو ما بزا بش تدوز لك بسهولة في الحلقة ديالك وماتسوح لك إذن دابرا دين دوزن نو التاني دياله دم ليوالا ديجسيون شيميك لساليف كنتين une enzyme appelée l'amylase salivaire qui facilite la dégradation de l'amidon en maltose إذن ساجد aux aliments mâchés pour former le بول alimentaire إذن التحول الكيميائي la dégradation chimica la transformation chimica على مستوى الفم كالطراب سبب اللعاب اللعاب التي لدينا في الفم ديالنا la salive بالفرنسي كي تسمى اللعاب هو la salive هذا la salive هذا يتوفر على واحد الأنزيم كي تسمى بالنشواز اللعاب l'amylase salivaire أقل على هذا الاسم مزيان إذن النشواز اللعاب هو أنزيم كي توفر عليه اللعاب هاد نشواز اللعاب l'amylase salive ما هو الدور دياله الدور دياله هو تكسير النشا هو كي قوم بهضم النشا اللي اسميت l'amidum بالفرنسي وكي حول المالتوز مالتوز ما هو هو نوع من أنواع السكريات البسيطة اللعاب وهاد اللعاب كذلك ما عندوش دور غيف في الهضم فقط فهو عندو دور كذلك في تكوين البلعاء اللي دوين عليها مسبقا عندو دابال محوار تاليلي والدو داغ اللعاب دور مستخ outlook بناء دور مستخ دور مرس الظري ً سكري. كيف هي الإيبوثيزة؟ أولا نبدأ بشارة لدفنير الميدان في البوش. ما هي الخبز في الفم؟ من بعد مرور دقائق من المضغ دقائق يجب أن هذا الخبز مضغ جدا. السؤال أعطي أنت تختار فيما يتعلق بأصل السكر. يعني ما السكر يتعلق ملح لها. لأنه يتعرفون ملح ملاحب. كيف يتعلق الملح؟ كيف يتعلق؟ لذلك يجب أن يتعلق المده المدى 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 المثال الميين. السؤال بكل بسالة هو أنت مجمع كمجمع كمجمع من يتعلق دون الميزة salivaire dont notre salive se divise en chaînes plus simples appelées les sucres simples comme le maltose ce sont ces sucres simples ou le maltose qui donnent un goût sucré à l'amidon إذن بكل بساطة فالناشا اللي كي توفر علي الخبز واشي تعرفنا علي في الفيديوهات اللي فاتو هو عبارة عن سكر معاقد سكر complex سكر معاقد لماذا اسمناه بسكر معاقد حيث تكون من عدة سلاسل ديال جزئات le glucose موليكول du glucose هاد السلاسل العديدة ديال le glucose فاش كيقيصها أنزيم الناشاواز اللعابي او لا lamélase salivaire شنو كيطرالها كتنقاسم الى سلاسل أبسط كيحولوا من الناشاواز كيتوفر على سلاسل معاقدة وطويلة من الي الكوز إلى سلاسل الأبسط كتسمى بسكريات البسيطة لديه Prix بين السكريات البسيطة والسكريات المعقدة السكريات المعقدة توفر على سلاسل طويلة من للغايكوز السكريات البسيطة توفر على سلاسل قصيرة من اللغvie أنا ماذا تعديث بهذا كانeu مشاهده الى الإسباب الرهر سهل الفاسике كي بحال المالتوز على سبيل المثال هذه السكريات كي بحال المالتوز هي المسؤولة عن ذلك الحلاوة التي نحس بها في فم دينا في القطعات الخبز رغم أن نحن ندر الخبز الملحة بالإضافة لها تشيفين واحد المعلومة مهمة أخذكم تعرفوها أن الغلوسيدات أو الغلوسيد أو الغلوسيد أو الغلوسيد أو الغلوسيد فيها ثلاثة النوع النوع اسميته مونوساكاريد أو لا بالعربية السكريات الأحادية أو الأحادية السكريد هي السكريات التي تكونون من جزئة واحدة جزئات أنتم معرفينها من موليكول واحدة كي بحال الجليكوز الجليكوز هي السكريات أحادية أو المونوساكاريد حيث تكون من جزئة واحدة ديال السكريد صغيرة وعندنا نوع آخر اسميته ديساكاريد يعني السكريات التنائية أو التنائية السكريد هي السكريات التي تكونون من جزئات ديال السكريات الأحادية ومثال على هذه السكريات التنائية والديساكاريد يجبون سكر المالتوز الذي تعرفنا عليه في التجربة السابقة ما هي متعددة السكريات والبوليساكاريد؟ بكل بساطة هي السكريات التي تكون من سلسلة طويلة للجزئات السكريات الصغيرة كي بحال الاميدون وكنت لقوا كذلك على هذه السكريات اسم السكريات على اسمهم السكريات أو السكريات حيث هم فاش نجيون نشوفوا التركيبة ديالهم الجزائية كنلقوا أنهم عبارة عن سلسلة طويلة من السكريات الأحادية بحال الاميدون على سبيل المثال إذا نتبا كي بليب للأمر بسيط وانتجوا دابا المحوار الثالي اللي هو ديجيستيون إن فيتخو دو الاميدون إن إكسperience إن فيتخو دو اتر رياليزة دان للمام كونيسيون كدان لورغانيزم تلك التمپراتور دو 37 دوغري سيسيوس أطرمون للساليف السان إفي إذا قبل أن نشأح لكم ماتشيلي قلت سأح لكم واحد جوجد النوقات كي نجوجد الأنواع ديال لديجيستيون فيما يخص الاختبارات يعني اللي تست عدنا لديجيستيون إن فيتخو شنا هي؟ هي الهضم في الزجاجة أو خارج الجسم فاشتنقول لديجيستيون إن فيفو هنا كنقصده داخل جسم الكائن الحي إن فيفو داخل جسم الكائن الحي إذا نقلوا لهذا المصطلحين مزيان إن فيتخو خارج الجسم كتكون في الغالب في الزجاجة اللي هي أنابيب الاختبار إن فيفو هي داخل جسم الكائن الحي إذن إذا بغينا نديروا شي تجريبة إن فيتخو يعني في الزجاجة خارج جسم الكائن الحي وبغيناها تكون ناجحة وتعطينا نفس النتائج لكاترة داخل جسم ديال الكائن الحي فخصنا نوفروا نفس الظروف اللي كتتوفر عليها هذاك الجسم ديال الكائن الحي نوفروا فيك التجريبة مثلا على سبيل المثال هات الظروف هذه هي درجة الحرارة اللي مخصص تعدى أو لا تقل على سبعة وثلاثين دراجة مئوية إننا باش نديروا هات التجريبة هذه قد نحتاجوا جوج ديال أنبيب الاختبار جوج ديال اليوتيوب سنسميه الأمبو باللول آ والتاني سنسميه هبا سنحتاجوا كذلك الإناء وخصنا كذلك الماء نديروا في هاد الإناء ونحتاجوا المحار باش نشوفوا درجة الحرارة ديال هاتك الإناء واش وسطة لسبعة وثلاثين أو لا لا ونحتاجوا كذلك لسخان مائي اللي غيس خلينا الماء اللي كن في هاداك الإناء باش هاداك المهم اللي غيس خنو يولي في سبعة وثلاثين دراجة توصل هذيك الحرارة كذلك للأنابيب اللي غن حطهم وسط من هاداك الماء المسخن إذا الأول حاجة غدي نقومو بها هي غدي نضعو مطبوخ الناشا أو اللي كي تسميه بالفرنسية أمبوة داميدون غن نضيفوه في الأمبوب A أو في الأمبوب B بالنسبة للأمبوب A غدي نزيدو الى هاد مطبوخ الناشا اللي وضعناه فيه غني نزيدو عليه اللعاب يعني لا صاليف نزيدو عليه وحدة الكمية دي اللعاب أما الأمبوب B ما غديش نزيدو عليه اللعاب يبقى في غير مطبوخ الناشا فقط غني نحطوه هاد الأمبوب بين هادو بجوج في هاداك الإناء اللي لما ديالو مسخن لدرجة حرارة ديال سبعة وثلاثين دراجة مئوية أول خطوة غدي نقومو بها فهي اننا غدي نضعو في هاد الأمبوب ديال الاختبار اللي هو بيه بعض القطارات من الماء اليوضي فنتيجة كانت هي تغيير اللون ولا أزرق بنفسجي أشيك يعني ان هاد الأمبوب B كيحتوي على لميضون أو للناشا نفس الأمبوب ضفنا له بعض القطارات من محلول الفيهلنج وحطيناه تحت الشفاج باش نشوفوهوش غاي تكوولينا هاداك الترصب الأحمر الأجوري بخيسي بي تيغوش بريك اللي كيدل عن تواجد الكليكوز أو لا ما غديش يتكووليناه فالنتيجة كانت هي عدم تكون هذا البخيسي بي تي او لا ترصب الأحمر الأجوري مشينا للأمبوب A دلنا له كذلك بعض القطارات من لو يوضي واللون ديالو أزرق بنفسجي وتشكي يعني ان الأمبوب A حاليا كي توفر كذلك على هذا الناشا نفس الأمبوب اللي هو الأمبوب A ضفنا له كذلك بعض القطارات من ليكور ديو فيهلنج وحطيناه تحت الحرارة وتسنينا البضعة دقائق فالنتيجة كانت هي عدم تشكل الترصب الأحمر الأجوري بخيسي بي تيغوش بريك ولكن تسنينا من بعد عشرات دقائق وقمنا بنفس التجارب قبطنا الأمبوب A ضفنا له الماء اليوضي كذلك لو يوضي والنتيجة كانت هي تغيير اللون ديالو والأزرق بنفسجي بلو فيولي يعني باقي فيه الناشا نفس الأمبوب اللي هو الأمبوب B ضفنا له بعض القطارات من ليكور ديو فيهلنج وحطيناها تحت الحرارة وتسنينا البضعة دقائق فالنتيجة كانت هي عدم تشكل البخيسي بي تي غوش بريك مشينا الأمبوب A ضفنا له بعض القطارات من لو يوضي النتيجة كانت هي عدم حدود أي تغيير هذا يدل على أن الأمبوب A تختافت منه مادة الناشا لم يضم حتى قبل عشرات دقائق كان يترى تغيير كان كتبت اللون ديالو كيوولي بلو فيولي نضفنا له كذلك النفس الأمبوب اللي هو الأمبوب A بعض القطارات من ليكور ديو فيهلنج وحطيناها تحت الحرارة ولاحظنا أن بدأ تشكل فيه واحد تراصب أحمر أجوري اللون وهذا يدل على أن الأمبوب A من بعد عشرات دقائق قبل عشرات دقائق كانت فيه الناشا ولكن من بعد عشرات دقائق لم يكن فيه الناشا ولا يوجد فيه الخسام ما هو السبب في نظريتكم؟ السبب بكل بساطة من بعد عشرات دقائق لأنزيم الشواز اللعاب أو لاميلاز ساليفير لأن الأمبوب A وضعنا فيه كمية اللعاب وضعنا في درشة الحرارة 37 درجة مئوية قبل عشرات دقائق كان ما زال ما قدرش يهضم هذه المادة الناشا لكن في اللعاب لذلك لماذا كنا نقوم بعمل التست لاميزون نيفيدانس داميدون كانت تعطينا النتيجة هي تغيير اللون ويصبح أزرق بنفساجي بلو فيولي لأنزيم الشواز اللعاب في درشة الحرارة وعندما كنا نقوم بعمل التجربة لاميزون نيفيدانس لا تتخلق نتيجة لأنزيم الكورد فيه وضعه تحت الشفاج لا تتخلق نتيجة ولكن في درشة عشرات دقائق هذا اللعاب وفكك الجزئات الناشا التي تعرفنا عليها مسبقا وقلنا أنها تكون من سلاسل طويلة من الجليكوز يمكن أن يفككها السلاسل الأبسط وهي السلاسل التي تسمى المالتوز أو السوكريات البسيطة فاللعاب قدر أن يفكك ويهضم مادة الناشا فقدرنا الاختبار للتواجد مادة الناشا وليس لدينا شيء طبيعي لأن مادة الناشا لا تسميتها الناشا وقلنا تجربة الكشف عن تواجد السوكريات أو السوكريات البسيطة بالإستعمال أعطتنا روش بريك التي تقدر عن تواجد مادة السوكريات في الأنبوب حيث هذا الناشا ما هو المالتوز المالتوز هو عبارة عن سكر سمبل أو سكر ريدكتور نعطيك نعطيك المالتوز 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 ستجد الرابط في الوصف أو في أول تعليق لا تنسوا التمارين الإلكترونية التي ستعاونكم على التحضير هذا الدرس وتكونوا واجدين لإمتحان لكي تجلبوا نقاط جيدة إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله شكرا